نروح بقى للتيل اوش زيزو مكمل في الزمالك ولا ممكن في يناير نشوف الشباب الشباب السعودي هقولك على حكتي اولا زيزو لو مش هيتم تسويقه في يناير زيزو مكمل مليون في المائة لنهاية عقده في الزمالك لنهاية الموسم اللي جاي هتقول لي ازاي هقولك ان زيزو لو جاله عرض في الصيف اللي جاي يعني هنكمل الموسم ده مع الزمالك لو جالوا عرض في الصيف اللي جاي هيرفضوا 100% مهما كان العرض يعني لا فهمي تاني يعني زيزو كده كامل مع الزمالك زيزو كده كده في قرار من مجلس دارة نت الزمالك وطلع بيان رسمي ان زيزو من الاعمال الرئيسان الفريق فبالتالي من الصعب الاستغناء على جود عرض الشباب فيه مستين الميزة الاولى بالنسبة للزمالك انه كان هيساعد في رفع عزمة القيود بشكل فوري ليش تلعيبة كمان لان الوكيل اللي احضر العرض قال للزمالك ادارة الشباب مش عايزة توردكو ان انتو ببيعوا لعيب من الاعمدة القاسية الناس هتحول الفلوس بشكل فوري ومش هتعلن عن الصفقة غير في هنايا يعني الشباب هيدي للزمالك العرض جاي الرسمي بستة مليون دولار اه والشباب قال لهم هديك الفلوس بالوقت حالا اللي هو حل مشاكل حالا مش لما اخد اللاعب لا 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 هتستلمها حالا هبعتلك دلوقت ترانسفير حالا الفلوس تدخل عسائبك الصفقة تتعامل هنعلن على الصفقة في يناير هتفك ازمة القيد بتاعتك وتجيب خمس ستة صفقات وتزبط امورك حاجة جنت المانة في الموضوع يعني هم ناس جدا هستفيد جدا بحاول اديك حاجات خليني اخد زيزو وكمان اصلا الوكيل اللي اتكلم مع والد زيزو قال لهم زيزو عندهم ناحية فنية وناحية جمهرية ان الجمهير الزمالك موجودة هناك كمان بشكل بير هتدعم الشباب لوجود زيزو عندهم افكار لوجود زيزو ومش لمجرد ان هم بياخدوا واحد من اهم اللعيبة الموجودة في الدورة المصري اللي لم يكن الاهم يعني ان تعالي هنبعت الفلوس دلوقتي هو العرض بستة مليون بعد التفاوض يا كريم انت لو تفتكر عرض الصف كان تمانية مليون دولار واثنين مليون بونس العرض ده ستة مليون صريح كان ممكن بعض التفاوض يوصل لسبعة مليون اوي ممكن يعمل الزمالك بنوض اضافية تجلب له اموال مستقبلا ولكن الزمالك رفض كل ده موضوع قرار يعني ادارة الزمالك شايفية قرار انتحاري هو زيزو اهم العيب في الفرقة من المستحيل لو انت بالانت الزمالك تفكر ازاي افكر زي ما هو ما بيفكروا ان انت مفروض بتبني على زيزو مفروض زيزو واللعيب اللي ههدني عليه المستقبل الزمالك بس انا عندي مشاكل بالجملة كلها مرتبطة بالفلوس يبقى اعمل زي ما الادارة دي بتعمل دلوقتي اللي هو الفكرة في ايه انا لعبتي اللي موجودة مع الفريق وبتكسب بقالها اربع مباراة اوفر لها مستحقتها خد بالك اللعيبة الزمالك عنده كم من الازمات المالية الكبيرة جدا اللعيبة لسه هتاخد فلوس عقودها بتاعت الموسم الحالي الادارة عملت ايه اصلا منتوسط الازمات دي كلها وفرت مكافأة بعد كل مباراة انها على الاقل المصاريف الشخصية للعيب تبقى متوفرة لان خد بالك المجلس تلموا استحاجات كان لازم يحلها من ازمات حاجزة على الارصدة وامور كثيرة يعني فبالتالي كان عندهم الفريق فيه اولوية للعيبة اللي جواه فيه 8-9 لعيبين لسه يتجدد لهم يعني بعيدا عن فتوحه صبحي اللي نتكلم عليهم في وقت تاني يعني فيه لعيبة تانية موجودة زي عواد شكبالا لعيبة أوباما حتى لو الامور سهلا يا كريم انت وانت بتجدد لعيب لازم تخلص له حتى اللي فات يعني تخلص له مستحقته على الموسم الحالي فبالتالي انا شايف ان خروج زيزو في يناير هيبقى قرار ان لم يكن صعب فهو مستحيل